موسيقى مساء الخير استحققان بارزان يطبعان المشهد الداخلي مع بداية الأسبوع الأول مالي مع دخول تعاميم حاكم المركزي حيز التنفيذ بدءا من اليوم وإعلان جمعيات مصارف لبنان أنها توصل مصارف بقبول جميع الشكات التي لا تفوق قيمتها 15 ألف دولار أمريكي وكذلك فإن المواطنين على موعد مع تراجع ملموس لسعر صرف الدولار في سوق الموازية وتراجع أسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات إنفاذا للإجراءات التي بدأت باتخاذها وزارة الاقتصاد والتجارة وأولها تخفيض سعر ربطة الخبز أما الاستحقاق الثاني فهو تشريعي بامتياز فيوم غد ستشهد ساحة النجم جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب وستكون علنية وستنقل مباشرة على الهواء وفي هذا الإطار تتواصل المشاورات بين الأفريقاء السياسيين بغية الوصول إلى تفاهمات بشأن المطبخ التشريعي علما أن الرئاسة غير قابلة إلا أن تأول إلى الرئيس نبيه بري لولاية سابعة في حين تبقى العين على انتخاب نائب الرئيس وأمني السر والمفوضين الثلاثة والبارز اليوم أيضا ما أوردته وكالة الأنباء المركزية من أن الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون يستعد بعد ترتيب بعض ملفاته الداخلية الدهمة لزيارة بيروت وقد أبلغ أحد كبار معاونيه في خلية الأزمة الخاصة بلبنان التي تم تشكيلها في الإليزي أنه ينوي زيارة بيروت فورا بعد انتهاء الانتخابات التشرعية الفرنسية في التاسع عشر من حزيران وطلب ماكرون من خلية أزمة لبنان إعداد العدة للزيارة التي يريدها حاسمة لجهة منع انهيار لبنان وقطع الطريق على احتمال حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى إذن سادت حال من الترقب لسعر صرف الدولار بعد المباشرة بتطبيق تعاميم حكم مصرف لبنان رياض سليمي بشأن فتح أبواب المصارف لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم ولغاية السادسة مساء لسحب ما هو مسموح به من الدولار المصارف بدأت فعليا بتطبيق مفاعل البيان وشهدت تهافت عدد من الموظفين لتقادر واتبهم إذن جمعية مصارف لبنان أوصت المصارف بقبول الجميع الشكات التي لا تفوق قيمتها الخمسة عشر ألف دولار أمريكي والتي يدعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها على ألا يطلب قبضها نقدا أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان وأن تأتلف مع طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته إلى ذلك إذن خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز كالآتي ربطة الخبز من القياس الصغير بوزن 370 جراما بسبعة ألاف ليرة ربطة الخبز من القياس الوسط وزن 875 جراما بـ 12 ألف ليرة أما ربطة الخبز من القياس العائلي أي وزن 1055 جراما بـ 14 ألف ليرة جولة إعلامية في مجلس النواب للإطلاع على التحضيرات لجلسة الغد تفاصيلها مع الزميلة نوال أشكر فيما كانت الكتل النيابية تعقد اجتماعاتها لتأخذ قرارها بشأن التصويت في جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وأميني السر والمفوضين الثلاثة كان المجلس النيابي على أتم الاستعداد للجلسة كل تحضيرات اكتملت هذه القاعة التي افتقدت روادها منذ زمن كورونا تتحضر لاستقبال المجلس الجديد رئيس مصلحة الإعلام في المجلس علي الدياب رافق الإعلاميين في جولة في أرجاء المجلس النيابي موضحا أنه تم تخصيص قاعة المكتبة إضافة إلى غرفة الصحافة نظرا للحشود الأعلامية المحلية والأجنبية المشاركة في تغطية الجلسة التحضيرات اللوجستية اكتملت لجلسة بكرة لأول مرة بتخصصوا قاعة المكتبة هل تتوقعوا حضور وحشد إعلامي؟ لو ما فيه متوفر لدينا وهي بناءا للطلبات التي تقدمت لمصلحة الإعلام والأمان العامة لعدد كبير من وسائل محلية وأجنبية وعربية ودولية لطغطية وقاع هذه الجلسة وحرصا مننا على تأمين طغطية واسعة لهذا الاستحقاق بشكل سلس وبشكل أن نضع كل إمكانياتنا لنجاح هذه الطغطية ما كنا قد أفسحنا المجال لاستخدام قاعة أخرى إضافة لقاعة الصحافة اللي هي بالأساس مخصصة كي تكون بتصرف الإعلاميين طبعا بكرة أيضا الجلسة حتى كمان توصل لأبعد مدى حيتولى تلفزيون لبنان الرسمي اللي منشد عيدكون أنه حيوفر التردد لكل الوسائل المحلية والأجنبية والعربية وعودنا تلفزيون لبنان أنه يكون هو الصورة المشرقة للبنان من لبنان إلى العالم وإلى لبنان الذي كما عبر الرئيس بر دائما لبنان حدوده الكون وليس حدوده الجغرافية أيضا حدوده الكون تلفزيون لبنان الرسمي نعول أن يوصل هذه الصورة إلى أبعد مدى اتداء من نهار غد أهمية وصول هذه الصورة مثل ما قلت حضرتك أن المجلس بكرة أم المؤسسات يستكمل مطبخه التشريعي وهيئته شو أهمية هذا الحدث؟ أهميته أنه هو نأمل أن يكون حجر الزاوية التي نؤسس من خلالها لإعادة صناعة قيامة لبنان وتقديم أيضا الصورة إلى أن لبنان يمتلك من المقاومات والإمكانات ليؤكد أنه بلد لا يموت ولا ينتهي اتصالات ولقاءات تجرى بعضها خلف الكواليس وبعضها الآخر معلن لبلورة المواقف النهائية وإذا كان انتخاب الرئيس نبي بر محسوما تتجه الأنظار إلى عدد الأصوات التي سوف يحصل عليها وما إذا كان الانتخاب سيتم في الدورة الأولى أم ستحصل دورة ثانية وثالثة أما انتخاب نائب الرئيس فسيشهد معركة للمرة الأولى لسيما بعد أن خلط الأوراق ترشيح غسان سكاف لمنصب نائب الرئيس وجه الرئيس نبي بر نداء دعا فيه اللبنانيين في كافة المناطق إلى الامتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص خلال أحياء أي فعالية احتفالية بخاصة تلك المتعلقة بانتخاب رئاسة المجلس النيابي يوم غد وقال في ندائه لقد سبق وأنحول الرصاص الذي يطلق في الهواء الفرحة إلى حزن وأمعنى في إيذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم فأنتم معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إلى جانب أهلكم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية أرواحهم وممتلكاتهم كتلة التنمية والتحرير تؤكد انفتاحها واستعدادها للتعاون مع الجميع خلاصة اجتماع كتلة التنمية والتحرير الإعلان عن اتخاذ القرارات الملائمة حيال البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء النيابية ومنها انتخاب نائب رئيس المجلس وأمني السر والمفوضين الثلاث والتأكيد على انفتاح الكتلة واستعدادها للتعاون مع الجميع بما يخدم إنقاذ لبنان واللبنانيين مع شكر النواب كافة بغض النظر عن الموقف من ترشيح الكتلة لرئيسها لرئاسة المجلس كتلة التنمية والتحرير التي اجتمعت بحضور الرئيس نبيه بر أدانة العدوان الإسرائيلي الذي يمثل ذروة في التصعيد ومحاولة مكشوفة لتغيير الواقع الراهن في مدينة القدس وباحات المسجد الأقصى وفرض عمليات التهويت زمانيا ومكانيا وتغيير الهوية العربية للمدينة المقدسة تتوجه الكتلة بالشكر من كافة الكتل الزميلة ومن الزملاء النواب الذين أعلنوا تأييدهم ترشيح الكتلة لرئيسها لرئاسة المجلس الميابي وأيضا بالشكر سلفا لكافة الزملاء النواب بغض النظر عن موقفهم مؤكدين انفتاح الكتلة واستعدادها للتعاون مع الجميع بما يخدم انقاض لبنان واللبنانيين كما اتخذت الكتلة القرارات الملائمة حيال سائر البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها انتخاب نائب رئيس المجلس وأميني السر والمفوضين الثلاث وكان الرئيس بري استقبل في عينتين وفد كتلة نواب عكار الذي أعلن تأييده للرئيس نبيه بري واستمرار المدولات لنيابة الرئاسة عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها في كليمانسو برئاسة النائب تيمور جنبلاط وأخذ اللقاء علما بكل المدولات الحاصلة وكل النقاشات واتخذ قراره بالتأكيد على دعم ترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي كونه المرشح الوحيد لهذا الموقع وكون اللقاء الديمقراطي يحرص على أفضل العلاقات مع الرئيس بري وما يمثله لضمان استمرارية عمل المؤسسات الدستورية وكذلك اتخذ اللقاء الديمقراطي قراره بدعم ترشيح النائب غسان سكاف لمنصب نائب الرئيس ودعا كافة القوى التغريرية والسيادية إلى دعم هذا الترشيح لكي يكون هناك تنوع في المجلس النيابي وتوازن بكافة المعايير في إطار استمرارية هذه المؤسسة الدستورية الأم شهر الوحيد وكذلك اتخذ اللقاء الديمقراطي قراره بدعم ترشيح الزميل الدكتور غسان سكاف لمنصب نائب الرئيس وحييكم من جديد الرئيس ميشيل عون عز البابا فرانسيس بالكاردينال أنجيلو سودانو المدافع الدائم عن سيادة لبنان واستقلاله رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أعرب عن حزنه وتأثره بوفاة الكاردينال أنجيلو سودانو أمين السر الفخر لدولة الفاتيكان والعميد الفخر لمجمع الكراضلة واستسكل الرئيس عون في برقية تعزية وجهها إلى البابا فرانسيس المكان الخاص الذي كان يحملها الكاردينال الراحل للبنان واللبنانيين وهو الذي كان المدافع الدائم عن سيادة هذا البلد واستقلاله والجهود الذي طلع بها لمواكبة وإنجاح زيارة البابا القديس يحنى بولوس الثاني للبنان وتوقيعه على الإرشاد الرسولي من بلد الأرز بعد السينودس الخاص بلبنان الرئيس عون أكد أن ذكر الكاردينال الراحل ستشكل قوة لنا جميعا للانطلاق إلى أمام ومواجهة التحديات رئيس الجمهورية العماد عون التقى في قصر بعبد النائب سزارة بخليل والمحامل بروفيسور معن بو صابر وعرض معهما الأوضاع وعددا من المواضيع بينها المخارج القانونية لعدم إبقاء التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت مجمدا الرئيس عون تلقى برقية شكر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تهنئته بعيد الفطر المبارك كما تلقى رئيس الجمهورية مزيدا من برقيات التهنئة بنجاح الانتخابات النيابية اللبنانية ومنها برقية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كما أبرق إلى الرئيس عون مهنئا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الرئيس عون أبرق إلى الرئيس السوري بشار الأسد شاكرا له التهنئة التي وجهها إليه بمناسبة عيد المقاومة والتحرير متمنيا أن تخرج سوريا من الأزمة التي تمر بها مع إرساء حل يعيد الأمل بغد أفضل ومستقبل واعد سلسلة لقاءات واجتماعات في السراي الحكومي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في السراي الحكومي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي فالتقى المدير الإقليمية لدائرات المشرق في البنك الدولي ساروج كومرجاه وعرض معه مشاريع البنك في لبنان وبحث الرئيس ميقاتي مع السفير البريطاني في لبنان يان كولارد الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وفي السراي الحكومي وزير الصحة في راس الأبيض الذي أطلع الرئيس ميقاتي على مشاركته في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جناف وأجواء هذه الاجتماعات وأهدافها والقرارات المهمة التي اتخذت على صعيد الصحة العالمية كما أطلعه على دور لبنان في اللجان بعد تبوئه نيابة رئاسة العديد منها إضافة إلى اللقاءات الصنائية التي أجرها ومن زوار الرئيس ميقاتي النائب محمد يحيى إضافة إلى النائب أكرم شغيب مفتي الجمهورية اللبنانية التقى الصيغ ومرعب الذين شددوا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة سلسلة الإقاءات في دار الفتوى تناولة الانتخابات النيابية والمرحل التي تليها إضافة إلى الشؤون الحياتية مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان التخل نائب فيصل الصيغ الذي نخل للمفتي دريان تحيات رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جمبلات ورئيس الإقاءات الديموقراطي تيمور جمبلات متمن دور مفتي الجمهورية الكبير بالدعوة للمشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية دون تحيز لفريق على أخر هناك تقدير كبير لدور سماحة المفتي وهذا الدار والمشايخ الكرام بموضوع الدعوة للمشاركة الكثيفة في الانتخابات وإن كان دون تحيز لفريق دون آخر هذه الانتخابات عكسة رأي عام لبناني يؤيد موضوع السيادي يؤيد موضوع انتماء لبنان العربي على أفضل علاقات مع دول الخليج معركتنا المقبلة طبعا هي معركة الإصلاح الإصلاح البنيوي لنقدر فعلا ننقذ اقتصادنا ننقذ الحالة الاجتماعية اللي نحن عايشين فيها التحدي الكبير هو الإسراع في تشكيل حكومة مفتي الجمهورية التخل نائب بلال حشيمي الذي قال إن البحث تناول أجواء المرحلة التي تلت الانتخابات النيابية كما تطرخنا إلى الموضوع الحياتية والمعيشية والاقتصادية والخدمتية التي يعاني منها المواطن اللبناني كما التخل نائب محمد يحيى الذي عرض لموضوع عدة لسيما من الاقتصادية والمعيشية التي تؤثر على حياة اللبنانيين في كافة المناطق اللبنانية وتحديدا في عكر وسخبر المفتي داريان رئيس طيار الخرار اللبناني الوزير السابق طلال المرعبي الذي دعا إلى اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة وبخاصة في هذه الفترة ونحن أمام حكومة تصريف أمل مشددا على ضرورة الإسراع جدا في تشكيل حكومة جديدة تكون خادرة على اتخاذ خطوات جريئة تنخذ البلد على الآخر من الاستمرار في الانهار رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامير جعج علتق في المقر العام في معراب النائب السابق عثمان علام الدين في حضور مناصق منطقة رابلس في الحزب جادميان وأعلن علام الدين أن هدف الزيارة هو التأكيد للجميع أن التحالف الانتخابي تحول اليوم إلى تحالف سيادي يربط جميع اللبنانيين الذين يحملون مشروع استقلال الوطن أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم أن غرفة الاستئناف في المحكمة أصدرت قراراً أعلنت فيه أنها ستعقد جلسة علنية يوم 16 حزيران 2022 عند الساعة الرابعة عشرة بتوقيت وسط أوروبا وذلك للنطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عناسي نتائج مشاركة الوفد اللبناني الذي ترأسه وزير الصحة في رأس الأبيض خلال أعمال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جناف محور المؤتمر الصحفي الذي عقده الأخير والذي لفت خلاله إلا أن الدورة التي عقدت تحت شعار السلام من أجل الصحة والصحة من أجل السلام بحثت في تأثيرات الأحداث الجارية في مختلف أرجاء العالم على الصحة الهدف من المؤتمر اليوم أن نحطكم بصورة مشاركة لبنان بأعمال الجمعية الصحة العالمية الدورة 75 التي عقدت في جناف الأسبوع الماضي على مدى أسبوع وكان حقيقة هذا أول مرة تصير هذه الجمعية ما بعد الجائحة حضوريا هي الجمعية هذه عقدت تحت موضوع السلام من أجل الصحة والصحة من أجل السلام وطبعا لبنان هذا موضوع كتير بهمه أولا بسبب الأحداث التي تمر فيها المنطقة وأنعكاسها على لبنان إن كان على الوضع الصحي داخل لبنان إن كان نازحين أو غير ذلك هناك الاستراتيجية المشتركة لموضوع الصحة في لبنان والذي إن شاء الله سيصير فيه توقيع للاتفاق قريبا مع المسؤولة اليوأن في لبنان سيدة نجات رشدي سعيا لإرساء شركات دولية تساهم في تحقيق التنمية وتقدم في مجال التحول الرقمي وقعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلة رياشي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بهدف دعم تطبيق أليات رقمنة حديثة تساهم في خلق فرص جديدة للتعافي الاقتصادي وتساهم أيضا في تأمين خدمة عامة عصرية ولائقة للمواطنين اللبنانيين أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان قرارا طلب فيه من المؤسسات الصناعية التي تستخدم أكثر من ثلاثين أجيرا استخدام أجراء مذوي الاحتياجات الخاصة تحت طائلة التعرض للعقوبات التي تنص عليها القوانين المرعية معرض فني ثقافي تنظمه جمعية جرين سيدر لبنون بعنوان أرسم للأرزال بمشاركة وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الإعلام زياد المكاري السياحة وليد نصار الثقافة محمد وسام المرتضى إذن والفنانين الذين رسموا لوحات مستوحات من الأرزال أي شعار العالم اللبناني في قصر سرسق في الأشرفية يعود ريعه لغرس غابة جديدة وللمستهمة في ترميم قصر سرسق الذي تضرر جراء انفجار الرابع من أب اعتصام لجميع عمال وموظفي المعينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية ووزير الداخلية التقى الأسمر نفذ عمال وموظفي المعينة الميكانيكية بدعوة من الهيئة التأسيسية لنخبط عمال ومستخدمين المعينة الميكانيكية في لبنان اعتصاما سلميا أمام وزارة الداخلية والمليات في الصناية وشارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لها الناس ترقب اقتصادي مستنظرين معاشاتهم الشهرية بلاها ما فيهم يعيشوا نحن بأزمة خانقة نحن بوضع متدهور جدا جدا ما فينا نضحي بأربعمية وخمسين عامل لذلك وجوب انتقال هؤلاء العمال من الشركة المشغلة إلى الدولة اللبنانية كمان منأكد على وجود معاينة ميكانيكية حديثة تكون تضبط الأمور تضبط السرقة تضبط التهريب تضبط الواقع للسيارات الآمن وهذا هالشي بيصير بالتعاون مع المسؤولين وبالتعاون السريع لأنه إذا بننقلف لجان ونقعد ندرس الموضوع بروح شهور واسنين وبيكونوا هن بها المرحلة عبيقضوا عبيعانوا الأمرين لذلك بنأكد على ضرورة التعاطي الإجابة مع وزير الداخلية اللي أبدى كل استعداد ومع دولة رئيس مجلس الوزراء كمان اللي أبدى كل استعداد للمعالجة وهلأ نحن رح نقابل وزير الداخلية ونشوف النتيجة بعد الاعتصام التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال الخاضي بسام مولوي رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر مع وفد من عمال ومستخدمين المعينة الميكانيكية الذين عرضوا للوزير أوضاعهم بعد توقف الشركة عن العمل وأكد الوزير مولوي حرصوا على حصول الموظفين على كامل حقوق نفذ أهالي بلدة غزة والجوار اعتصاماً أمام مكب النفايات الموجود في خراج البلدة وذلك احتجاجاً على الأضرار التي يتسبب بها المكب العشوائي والقريب من الأراضي الزراعية ومجرى اللطاني والذي انتهى عقد تشغيله منذ خمس سنوات وبعد انتهاء الاعتصام أقدم المعتصمون على إقفال المكب حتى إيجاد البديل الصحي والبيئي للمنطقة يوعدونا وعودوا مكاذبة مكب النفايات اليوم لازم يقف بأسرع وقت لأنه عاب يضر بمصلحة اللطاني وعاب يلوط اللطاني وعاب يلوط الأراضي اللي حوالينا أراضي البطاطا والأمح نتمنى من البلديات من رئيس بلدية غزة واتحاد بلدية غزة ياخد قرار اليوم بإقفال المعمل لأنه العقد الخمس سنين وقف وهو بيعرف ومعه خبر أنه العقد خمس سنين خلص انتهى العقد وهذا المكب المكب الفرز ل33 ضايعها عبتزتلنا فيه بقرب بيبعد عن غزة خمسمائة متر وعن بلدية جبجنين خمسة آلاف متر عب يلوط أراضينا وعب يلوط نهر اللطاني بدنا تسكير مكب النفايات بأسرع وقت لتحسينه ويصير ويفي للشروط الصحية والبيئية مع انتهاء مدة الامتياز لكهرباء البارد أعلن مارك عصاف محامي شركة باسيل وشركائه مالكة امتياز كهرباء البارد أن رئيس مجلس الإدارة لباسيل توخل تزام أعلى درجات الشفافية خلال عملية التسليم استلب من مجلس شورى الدولة تعيين خبير للكشف على كامل معدات الانتاج لتأكد من حسن عملها وتشغيلها وقد تم إبلاغ المهمة إلى كل من وزير الطاقة والتفياض والمديرات العامة لمنشآت النفط أرارف غالي وبذلك بات انتاج الطاقة الكهربائية في كهرباء البارد على عاتق وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للاستثمار وذلك اعتبارا من صباح اليوم مناسق الشبكة قادرون مع البروفيسور وليد علي لفت إلى أن الإسرائيليين لم يحققوا أي انتصار لهم منذ عام 2000 لبل أكثر منذ عام 1983 وأشار إلى أن المرحلة ما بعد كسر الفلسطينيين لهدف مسيرة الأعلام الإسرائيلية المتمثل بمحاولة تثبيت السيطرة على القدس المحتلة مرحلة إيجابية واعدة للقضية الفلسطينية أنا عندما أقول مقاومة أتحدث عن المقاومة الشعبية الشاملة من السلاح للحجر للثقافة للثقافة للإعلام وجرد وجهة النظر المقاومة لا أحد يستطيع أن يحتكر مفهوم المقاومة نعم المقاومة العسكرية لها دور حاسم لأن هذا الصهيون التلمودي لا يتراجع إلا إذا خسر الدم نعم لكن المقاومة هي المقاومة الشاملة التي تشمل كل أشكال رفض هذا المشروع لعنصر الصهيوني وأعتقد أنه من أهم عوامل المقاومة الآن في ظل هذا الوضع الإعلامي المتفاعل في ظل هذا الوضع العالمي المتغير المتغير تماماً واحدة لكل أبنائها من كل الديانات ومن غير الديانات حتى المش متدين إلو حق بهذا الوطن دكتور وليد محمد المرحلة القريبة اللي بدأ اللي عم بتصير من بعد الأعلام فيك توجز لنا إياها شو بدأت صير الآن الآن شوف مارك لا تجري خطاب إعلامي إلى آخر رغبة الناس وحماس الناس يتوقع الرد أن يكون من قطع غزة بالقصف وبالصواريخ ويدخل لبنان إلى آخر طيب يا خي ما فيه كتائب عسكرية موجودة بجنين وموجودة بنابلس هي تصدت يعني بالضف الغربية ضف الغربية وأكثر من مئة تقطة اشتباك طيب مسير تعلام بالقدس طلعت مسير تعلام بيافر مسير تعلام باللد بتلك المناطق المحتلة منذ عام 48 وماذا يفعل يعني اختلطت كل الفلسطينيين تماما يعني فتح وغير فتح تماما كله كتائب الجنين كتب الجنين كتب أكثرها من قوتين رئيسيتين كتائب الأقصى اللي يتابع لفتح وصرها القدس التابع للجهد محاولات لاحتواء حال الغليان التي خلفتها اعتداءات المستوطنين ومسيرات العنف وهنية ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يختفر انتهى يوم مسيرة أعلام ما يسمى بالكيان الإسرائيلي بخلاصات عدة على الاحتلال أن يعيها جيدا الشعب الفلسطيني عصي على الاستسلام القدس ترفض النسيان المرابطون يزودون بأرواحهم حماية لحرمة المسجد الأقصى وعلم أصحاب الأرض سيبقى يرفرف عاليا في سماء القدس ليؤكد أنها عاصمة فلسطين الأبدية وأن كل محاولات التهويد والسعي لمحوي أي أثر عربي في المدينة القديمة سيبقى بالفشل الاستنتاجات لا تقتصر على الجانب الفلسطيني فالمؤكد بعد يوم الأحد أن الإجرام الإسرائيلية لن يقف ومحاولات تحويل القدس إلى عاصمة غير مقسمة للكيان المحتل ستتواصل وفي تعليق على انتهاك الأقصى والعنف المتماد بحق الفلسطينيين أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس نقلاً عن رئيس الحركة السماعيل هنية أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يختفر والمقاومة ستواصل طريقها حتى اشتفاث الاتلال من أرض فلسطين والقدس المحتلة وأضف أن هنية رفض أن يعطي تعهداً أو ضمنات لأي طرف لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة لافتاً إلى أن ما جرى اعتداء على كل مسلم وحر في هذا العالم فهل ستنجح محاولات احتواء حال الغليان التي خلفتها اعتداءات المستوطنين ومسيرات العنف؟ رئيس الوزراء الفلسطيني من جهته رأى أن ما جرى أمس تحول خطر في الصراع مع إسرائيل لافتاً إلى أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء عبر عضوانها على الأقصى ومحاولة تغيير الواقع التاريخي للحرم القدسي وأضاف بيانات إدانة الإجراءات الإسرائيلية لا تكفي وعلى العالم حماية القانون الدولي والشرعية الدولية وطالب واشنطن بإزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب واعتبارها شريكاً في السلام الدولي فهل سيلتفت الغرب لصوت الحق؟ في المواقف الخارجية أدنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات بشدة اقتحام مستوطني متطرفين لباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية وجددت في بيان موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطرة والاستفزازية فيه وضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بمجاب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى القوات الروسية تواصل تقدمها في دونباس شرق أوكرانيا من المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال الخمة ستحقر خلال الساعات المقبلة على أن حزمة العقوبات الجارية إعدادها يجب أن تشمل حضر واردات النفط الروسي أي خابر لموسكو على غزوها لأكرانيا مع الستناء إمدادات عبر خط أنبيب لكن الزعماء الذين لم يتمكنوا الاتفاق على جميع تفاصيل الحضر النفطي سيتركون الاتفاق النهائي على الحزمة إلى وقت لاحق وجاء في أحدث مسودة لخرار الخمة طلعت عليها رويترز أن المجلس الأوروبي سيتفق على أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستشمل النفط الخام وكذلك المنتجات البترولية التي تزود بها روسيا الدول الأعضاء مع استثناء مواخط للنفط الخام الذي ينخل عبر خط أنبيب ميدنيا أكر حاكم منطقة لغانسك أن الخوات الروسية تتقدم إلى مدينة سيفيرو دوناتسك من الضواحي وهي أكبر مدينة ما زالت كيف تسيطر عليها جزئيا في لغانسك في منطقة دونباس هي محور هجمات روسيا في شرح أوكرانيا وأوضح أن مدينة ليتشانسك المجاورة ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية بينما تم خصف الطريق الرئيس المؤدي إلى المدينتين لكن لم يتم إغلاقه وبعد أن فشلت في الاستيلاء على العاصمة كيف في المرحلة الأولى من الحرب تسعى روسيا الإحكام خبضتها على منطقة دونباس التي يسيطر بالفعل أنفصليون المدعومون من موسكو على إجزاء كبيرة منها إلى ذلك أعلت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تكبرت فيما يبدو خسائر جسيمة في صفو الضباط من الرتب المنخفضة والمتوسطة في سراعها مع أوكرانيا مما يزيد من احتمالات تراجع فعالياتها العسكرية في المستقبل وإلى كيف وصلت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في أول زيارة لها إلى أوكرانيا للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة اللجوم الروسي وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان الموناليزا لطخط بالحلوة بعدما هجمها شخص على خلفية احتجاج بإي لكنها سليمة في حالة اندعائية على ما يبدو متعلقة بالمناخ اهتزت لوحة الموناليزا لكنها لم تصب بسوء عندما حاول أحد زوار مدحف اللوفر تحطيم الزجاج الذي يحمل لوحة الأكثر شهرة في العالم خبل تلطيخ اللوحة بخالب حلوة وكان الجاني وهو رجل تنكر بزي سيدة عجوز خفز من على مقعد متحرك ليهاجب الزجاج خبل أن يتصدله الأمر وأذر مقطع فيديو نشر على وسائل تواصل اجتماعي نفس الموظف وهو ينتهي من تنظيف اللوحة بينما يزيل عامل آخر مقعدا متحركا من أمام تحفة دافنشي وخال الرجل الذي كان يضع شعرا مستعارا في مقطع فيديو آخر بينما كان يتم اغتياده بعيدا عن المتحف مع المقعد المتحرك فكروا في الأرض الناس يدمرون الأرض في إشارة إلى أن الدافع وراء الحادث كان يتعلق بالبيئة والدفاع عنها في صفحة الرياضية ليفاندوفسكي يقول أن قصته مع باير ميونيخ انتهت وصلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدور الإنجليزي أوضح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن مشواره مع باير ميونيخ قد انتهى وأشار ليفاندوفسكي خلال مؤتمر صحتي خلال أداء الواجب الدولي مع منتخب بولندا لكرة الخدم هناك أشياء واحد مؤكد اليوم وهو أن خصتي مع باير ميونيخ قد انتهت وإرّك أن الانتخال سيكون الحل أفضل للطرفين وانضم المهاجم البولندي البالغ من العمر 33 عاما إلى باير ميونيخ هادما من بروسيا دورتموند في 2014 ونال لخب الدوري في كل موسم منذ انتخاله بالإضافة إلى لخب دوري أبطال أوروبا 2020 فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليز المنتاز عن موسم الحال في تصويت الجماهير وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مهاجم منتخب مصر بالجائزة وسبق له الحصول علىها في العام 2018 وكان صلاح تخاسم صدرة خائمة هدفين دوري الإنجليز المنتاز برسي 23 هدفا مع الكوري الجنوبي صوني هيونج مين لاعب توتنهوم كما نال صلاح جائزة أفضل صانع لاعب في الدوري بفضل 13 تمرير حاسمة وكان هدف صلاح في التعادل بنتيجة 2-2 مع ماشيسر سيتي في تشرين الأول تم اختياره وأفضل هدف في الموسم أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن أكثر مائة شخص اعتخلوا بعد اضطرابات جماهيرية شابة نهاية دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال ماريد مطلع الأسبوع في باريس وأضاف أن 29 شخصا اعتخلوا حولها وداخل أستاذ فرنسا نصفهم من المواطنين البريطانيين كما تم اعتخال 77 آخرين في ضاحية ساندونية على مشارف باريس وتأخر انطلاق المباراة لأكثر من نصف ساعة بعد أن حاولت الشرطة التصدي لجماهير حاولوا شخ طريقهم إلى الأستاذ الوطني الفرنسي بدون تذاكر بينما شكى بعض حاملين التذاكر من عدم السماح لهم بالدخول كان هذا كل شيء في النشرة المسائية شكرا لحسن المتابعة وإلى الرقاء ترجمة نانسي قنقر